أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني مشيرة إلى أن عمليات تسليم المساعدات قد استؤنفت قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر أن جنود الأمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت والمتصل بشاطئ غزة مضيفا أن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف لأكثر من 4100 طن